هنبتدي بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي النهاردة مع السفيرة مشيرة خطاب مرشحة مصر للمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو السفيرة علاء يوسف المتحدث باسم الرئاسة قال ان الرئيس خلال اللقاء ده اكد على دعم مصر الكامل لترشح السفيرة مشيرة خطاب لمنصب مدير عام اليونسكو ومعالي السفيرة من جانبها اعربت عن تقديرها لقيام الدولة بترشيحها لهذا المنصب الدولي الهام وايضا اكدت على دعم الاتحاد الافريقي لها في الانتخابات المنتظر انها تحصل السنة الجاية وخلال اللقاء تم تطرق للمحاور اللي بتقوم عليها حملة مشيرة خطاب الانتخابية سواء من خلال الاتصالات او الزيارات الخارجية اللي بتقوم بيها لعدد من الدول الاعضاء في المجلس التنفيذي لليونسكو كمان اللقاءات اللي عملتها مع المسؤولين في الدول دي علشان تعرض برنامجها الانتخابي وازاي هتشتغل على تعزيز دور اليونسكو ترجمة نانسي قنقر